هل ترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتدخل وتضع حدا لهذا المشكل المختلق من قبل الجزائر وتابعتها الفوليساريو؟ أعتقد أن ذلك صحيح ومن وجهة نظري بعد أن أمضيت وقتا في الصحراء المغربية وشاهدت بنفس التنمية والموارد التي خصصتها المملكة المغربية لتطوير البنية التحتية وتحسين أحوال معيشة السكان أن المغرب قدم نموذجا يحتذا فإن المأساة خاصة على مستوى الأمم المتحدة وأنها تواصل المناقشات القديمة حول نزاع مجمد يبدو وكأنه ليس له حل لكنني أرى أن هناك طرفا واحدا في هذا النزاع المجمد الطويل الأمد ملتزم بالتنمية وهناك تنامي في الاعتراف الدولي باستثمارات الحكومة المغربية في الصحراء واستخدام ذلك كنموذج للضغط على الجزائر لتفعل نفس الشيء على الأقل ترجمة نانسي قنقر